موعيد مباراة الاهلي والرجاء في كأس السوبر الافريكي 2021 والقناة الناقلة للمباراة اهلا بكم معكم للعراق وفيديو جديد واخبار جديدة بات ازايش تعمل لايك وشير للفيديو ولو مش مشترك في القناة تشترك ودفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يستقبل ملعب احمد بن علي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة مباراة الاهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الافريكي الاهلي يدخل اللقاء بصفته بطلا لدوري ابطال افريكيا وسيلعب على الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك بينما يريد الرجاء بطل الكنفيدرالية مواصلة تحقيقات الانجازات والحصول على اللقب السمين من المارد الاحمر بعد الفوز بالبطولة العربية على حساب التحاد الجدة السعودي برقلة ترجيح تقوم مباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم الاربعاء اتنين وعشرين ديسمبر عشرين واحد وعشرين على ملعب احمد بن علي فريان غرب العاصمة القطرية الدوحة ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الدار البيضاء اما بالنسبة للقناة الناقلة للمباراة تمتلك شبكة بي انس بورت حقوق اذاعة المباراة الافريكية وبكل تأكيد ستزيع مباراة الاهلي والرجاء على شاشتها الاهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر برصيد سبع القاب وذلك من اصل تسع مباريات خاضها يتواجد في المركز الثاني بقائمة اكثر الاندية بكأس السوبر الزمالك حيث فاز بالبطولة في اربع مناسبات بعد ان شارك فيها خمس مرات اما الرجاء تمكن من تحقيق لقب السوبر الافريكي مرتين كاكثر الفرق المغربية التي حصلت هذا اللقب كما حصل على لقب الوصيف مرة واحدة كانت سنة 98 وتسعين وحقق الرجاء بثلتي السوبر في عام الفين وبعدها بتسعتاشر عام عائدة وحقق اللقب من جديد على حساب الترجي التونسي وكده يكون انتهى الفيديو ما تنساش لايك وشير الفيديو ولما مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة